في اتصال تلقاه الرئيس السيسي من الملك عبد الله تنسيق مصري أردني بشأن مستجدات القضايا الإقليمية والدولية الرئيس السيسي يوجه باستمرار التوصع في نظام الرئي الحديث وتحقيق الإدارة الرشيدة للبيه الجوفية مدبولي يؤكد مواصلة الدولة اتخاذ التدابير الممكنة لتقليل حدة التأثيرات السلبية للأزمة العالمية الراهنة التاسعة مساء بتوقيت القاهرة السابعة بتوقيت جرينتش ناشطة إقبارية مفصلة تأتيكم من التلفزيون المصرية أهلا بكم تلقى الرئيس عبد الفتاح السيسي اتصالا هاتفيا من الملك عبد الله الثاني بن الحسين ملك الأردن وصرح المتحدث باسم رئاسة الجمهورية أن الاتصال تنوى عددا من موضوعات التعاون المشترك وصبل تعزيز العلاقة الصنائية بين البلدين الشقيقين كما تم التباحث حول آخر مستجدات القضايا الإقليمية والدولية حيث توافق الزعيمان على موصلة التنصيق والتشاور بشأن مختلف القضايا ذات الاهتمام المشترك وذلك في إطار العلاقة الاستراتيجية المتميزة بين البلدين وجه الرئيس عبد الفتاح السيسي بالاستمرار في التوسع في تطبيق ونشر نظام الري الحديث للأراضي الزراعية كمكون أساسي في استراتيجية الدولة لترشيد استهلاك المياه كما وجه الرئيس السيسي خلال اجتماعه مع رئيس مجلس الوزراء ووزير الموارد المائية والري بالعمل على تحقيق الإدارة الرشيدة للمياه الجوفية بما يضمن إتاحة هذا الموارد المائي غير المتجدد للأجيار القادمة اجتمع السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي مع الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء والدكتور محمد عبد العاطي وزير الموارد المائية والري وصرح المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية بأن الاجتماع تناول متابعة مشروعات وزارة الري على مستوى الجمهورية وقد تم عرض الموقف المائي بوجه عام على مستوى الجمهورية والاحتياجات المائية وتوفيرها للمشروعات الزراعية ومياه الشرب فضلا عن موقف عدد من المشروعات الجاري تنفيذها خاصة مشروعات تدعيم المنشآت المائية إلى جانب مشروعات حماية وتطوير الشواطئ كما استعرض الدكتور محمد عبد العاطي جهود التحول لمنظومة الري الحديث فضلا عن مستجدات المشروع القومي لتبطين الطرع على مستوى الجمهورية بإجمالي طول 20 ألف كيلو متر بالإضافة إلى جهود حوكمة استخدام المياه الجوفية خاصة من خلال التحديث المستمر لقواعد البيانات للآبار الجوفية لمتابعة التغير في مناسيب ونوعية المياه الجوفية وأوضح المتحدث الرسمي أن السيد الرئيس وجه بالاستمرار في التوسع في تطبيق ونشر نظام الري الحديث للأراضي الزراعية على مستوى الجمهورية لما يتمتع به من سرعة التنفيذ وتوفير المياه وذلك كمكون أساسي في استراتيجية الدولة لترشيد استهلاك المياه ورفع كفاءة إدارة مياه الري وعلى رأسها المشروع القومي لتبطين الطرع ورفع كفاءة القنوات المائية الفرعية كما وجه السيد الرئيس بالعمل على تحقيق الإدارة الرشيدة والاستخدام الآمن للمياه الجوفية في مصر بما يضمن إتاحة هذا المورد المائي غير المتجدد للأجيال القادمة مع المتابعة والرصد اللحظي للمخزون الجوفية وكذا وضع خطة لاستكشاف الخزانات الجوفية وأضف المتحدث الرسمي أن السيد وزير الرئيس عرض جهود الوزارة في مجال التحول الرقمي وموقف تطبيقات الرقمنة في إدارة المياه وذلك في إطار رؤية مصر 2030 وما تضمنته من التوجه نحو التحول الرقمي في أداء أجهزة ومؤسسات الدولة كما تم عرض جهود التعاون مع الدول الأفريقية الشقيقة في مجال الرئي لسيما دول حوض النيل حيث تحرص مصر على المستوى الثنائي على توفير الدعم الفني لها في هذا الصدد خاصة من خلال حفر آبار المياه الجوفية وتطوير المجال المائية وتجهيز المراكز المتخصصة للتنبؤ بالأمطار وتأهيل الموانئ وتدريب العديد من الكوادر الفنية المحلية كما تم في هذا الإطار استعراض التقدم المحرز على صعيد تنفيذ مشروع ربط بحيرة فيكتوريا بالبحر المتوسط وضعا في الحسبان ما سيحقيقه هذا المشروع من تعظيم الاستفادة من الملاحة النهرية وزيادة التبادل التجاري بين الدول الأفريقية وقد وجه السيد الرئيس بتعزيز الجهود في تنفيذ مشروعات التعاون في مجال الري مع دول حوض النيل بما يساعد على تحقيق التكامل الاقتصادية بينها أخذا في الاعتبار الإمكانات والفرص المتعددة الكامنة لدول الحوض والتي تفتح آفاق التعاون والبناء وتطوير العلاقات المشتركة بينهم كما عرض الدكتور محمد عبد العاطي استعداد تنظيم أسبوع القاهرة الخامس للمياه والذي سيعقد تحت رعاية السيد الرئيس تحت عنوان المياه في قلب العمل المناخي وذلك في إطار إيمان الدولة بأهمية محور المياه في قضية تغير المناخ والتي ستنعكس بالتبعية خلال استضافة مصر خلال العام الجاري لقمة المناخ العالمية كوب 27 بعث رئيس مجلس الشيوخ المستشار عبدالوهاب عبدالرازق ببرقية تهنئة لقداسة البابة ودرس الثاني بابة الإسكندرية بتريارك الكرزة المرقصية بمناسبة الاحتفال بعيد القيامة المجيدة وأكد رئيس مجلس الشيوخ أن المصريين يحتفلون جميعا بهذه المناسبة لما يجمعهم من روابط قوية تظهر مدى وحدة الوطن وأعرب عن تبنيته للبابة ودرس ولجموع أقباط مصر بالداخل والخارج بموفور الصحة ودوام السعادة أصدر رئيس مجلس الوزراء مصطفى مدبولي قرارا بأن يكون الاثنين الموافق الخامس والعشرين من شهر أبريل الجاري إجازة الرسمية مدفوعة الأجر بمناسبة عيد شام النسيم وعيد تحليل سيناء كما أصدر رئيس الوزراء قرارا بأن تكون الفترة من يوم السبت الموافق الثلاثين من شهر أبريل الجاري وحتى يوم الخميس الموافق الخامس من شهر مايو المقبل إجازة رسمية مدفوعة الأجر أيضا وذلك بمناسبة عيد العمال وعيد الفطر المبارك أكد رئيس مجلس الوزراء مصطفى مدبولي مواصلة اتخاذ التدابير الممكن لتقليل حدة التأثيرات السلبية للأزمة العالمية الرهنة جاء ذلك خلال ترأس الاجتماع الخامس للجنة مواجهة تأثير الأزمة العالمية الرهنة على السلع الاستراتيجية حيث أوضح مدبولي أن هناك توجيهات من الرئيس السيسي بضرورة العمل على ضبط أسعار السلع الغذائية والاستهلاكية خلال الفترة الحالية عقد رئيس مجلس الوزراء مصطفى مدبولي اجتماع الاستعراض عدد من المقترحات الخاصة بنظم الإدارة والتشغيل لمدينة الفنون والثقافة بالعاصمة الإدارية الجديدة وخلال الاجتماع أكد رئيس الوزراء على حرص الدولة على نجاح هذا المشروع القومي الكبير مشيرا إلى أن هناك تصورا بأن يتم تشكيل هيئة لإدارة هذه المدينة الحضارية على غرار المتحف المصري الكبير والمتحف القومي للحضارة بحث رئيس مجلس الوزراء مصطفى مدبولي مع المثثمر الإماراتي محمد العبار فرص التوسع في الاثثمارات بمصر وخلال اللقاء أعرب مدبولي عن ترحيبه بالمثثمرين الإماراتيين وأكدنا أن السوق المصري تذخر بالعديد من الفرص الواعدة من جانبه التوجه المثثمر الإماراتي بالشكر لرئيس الوزراء على خطوات الحكومة لتحسين مناخ الإثثمار مشيرا إلى أنه يتم بالفعل حاليا دراسة عدد من الفرص والمشروعات الإثثمارية المتميزة مع وزارة الإسكان وصلت وزارة الداخلية حملتها لمتابعة أسعار السلع الاستراتيجية وضبط قضايا حجب السلع والبيع بأسعار أزيد من السعر الرسمي هذا وقد تمكنت الوزارة خلال 24 ساعة من ضبط 458 قضية تموينية بمضبطات أكثر من 236 طن في مجال حجب السلع الاستراتيجية تم ضبط ما يقرب من 116 طن السلع وأما في مجال عدم الإعلان عن الأسعار بقصد البيع بأزيد من السعر الرسمي تم ضبط أكثر من 40 طن وفي مجال الاستيلاء على السلع المدعومة تم ضبط أكثر من 10 أطنان سلع وأما في مجال حجب وبيع بأزيد من السعر الرسمي لمواد البناء فقد تم ضبط 70 طن أسمنت وفي مجال قضايا المخابز تم ضبط 526 قضية من بينها 103 قضايا خبز ناقص الوزن و96 قضية خبز غير مطابق للمواصفات وصلت أجهزة وزارة الداخلية جهودها للتصدي لجرائم حجب السلع عن التداول بالأسواق في محاولة من البعض لرفع أسعارها ونجحت الحملة الأمنية في هذا الإطار في تحقيق نتائج جيجابية نستعرضها في هذا التقرير وزارة الداخلية تواصل حملاتها الأمنية لإحكام الرقابة على الأسواق من خلال التصدي لظاهرة حجب السلع عن التداول بالأسواق في محاولة من البعض لرفع أسعارها فقد تمكنت الإدارة العامة لشرطة التموين والتجارة بالتنسيق مع فرعها الجغرافية بمدريات الأمن وقطاع الأمن العام من ضبط أكثر من 43 طن زي الطعام ومنظفات صناعية متعددة الأغراض مجهولة المصدر قام مالك مخزن بدون ترخيص لتجارة المنظفات الصناعية بالقليوبية بحجبها عن التداول بالأسواق في محاولة منه لرفع أسعارها وبعيها بأزيد من أسعارها المتداولة لتحقيق أرباح غير مشروعة كما تمكنت من ضبط أكثر من 111 طن دقيق أبيض وسكر وأرز ومسلي مجهولة المصدر قام المسؤولون عن عدد من مخازن لتجارة السلع الغذائية بالبحر الأحمر والشرقية والبحيرة والدقهلية بتخزينها لحجبها عن التداول بالأسواق في محاولة منهم لرفع أسعارها وبيعها بأزيد من السعر المتداول لتحقيق أرباح غير مشروعة الإدارة نجحت في ضبط 117 طن دقيق أبيض بدون مستندات وغير معلن عن أسعارها بحوزة مسؤول عن مطحن للحبوب بالمنوفية بقصد بيعها بأزيد من السعر المتداول بالأسواق كما تمكنت من ضبط أكثر من 53 طن دقيق بلدي مدعم وسكر تموني بحوزة ملك مخزن لتجارة السلع الغذائية بالبحيرة ومسؤول مخبس بلدي بشمال سيناء وقائد سيارة نقل بسوهاج كمية تم تجمعها بواسطة هؤلاء لبيعها بالسوق السوداء لتحقيق أرباح غير مشروعة من ورائها ومع تواصل حملات الإدارة تمكنت من ضبط أكثر من 156 طن دقيق ومسل ومكارونا وأرز وسكر وزيت بدون مستندات ومجهولة المصدر قام المسؤولون عن عدد من مخازن ومحلات لتجارة السلع الغذائية بالقليوبية والجيزة والمنوفية والشرقية والبحيرة بتخزينها لحجبها عن التداول بالأسواق بهدف رفع أسعارها وبيعها بأزيد من السعر المتداول لتحقيق أرباح غير مشروعة كما تمكنت الإدارة من ضبط 339 طن سكر وأرز ومكارونا وزيت طعام بدون مستندات تم تخزينها لحجبها عن التداول بالأسواق بحوزة مسؤول مخزن لتجارة السلع الغذائية بدون ترخيص بالقليوبية وضبط قرابة 103 أطنان مواد غذائية متنوعة قام بتخزينها لحجبها عن التداول بالأسواق مالك مخزن بدون ترخيص لتجارة السلع الغذائية بالبحيرة الإدارة تمكنت من ضبط 275 طن أسمنت وحديد تسليح مجهولة المصدر بحوزة المسؤولين عن مخزنين بدون ترخيص لمواد البناء بالدقاهلية قام بحجبها عن التداول بالأسواق لرفع أسعارها وعلى صعيد التصدي للسلع الفاسدة تمكنت الإدارة من ضبط 72 طن لحوم وملح طعام وزيت طعام جمعها غير صالحة لاستهلاك الأدمي خلال حملات شنتها الإدارة بالقليوبية وأسوان والشرقية الإدارة تمكنت من ضبط 20 طن أعلاف حيوانية غير صالحة للاستخدام الحيواني بحوزة مالك مصنع لتعبئة الأعلاف الحيوانية بالمنوفية وضبط 11 طن ونصف أعلاف حيوانية مجهولة المصدر حجبها عن التداول بالأسواق مسؤول مخزن لتجارة الأعلاف الحيوانية بالدقاهلية أدنت مصر بأشد العبارات قيام مجموعة من اليمينيين المتطرفين في السويد بالإساءة المتعمدة للقرآن الكريم وما ترتب على ذلك من تأجيج لمشاعر المسلمين حول العالم خلال شهر رمضان المعظم وقد أكدت وزارة الخارجية رفض مصر المساس بالثوابت والمعتقدات الدينية أي أن كانت والزج بممارسات استفزازية تتنافى مع كافة القيم والمبادئ الإنسانية أعرب وزير الخارجية سمح شكري عن الارتياح للزخم الذي تشهد العلاقات بين مصر وإسبانيا جاء ذلك خلال استقبال مالك إسبانيا فيليب السادس للوزير سامح شكري وخلال اللقاء أعرب شكري عن التطلع للبناء على نتائج اللقاءات والاتصالات الناجحة بين قيادتي ومسؤول البلدين وآخرها زيارة رئيس الحكومة الإسبانية إلى القاهرة في ديسمبر 2021 ولقاءه مع الرئيس عبد الفتاح السيسي من جانبه أكد مالك إسبانيا أهمية مصر كشريك محوري في المنطقة كما عقد أيضا وزير الخارجية جلسة مباحثات مع ناظري الإسباني خسيم مانويل وخلال اللقاء بحث الوزيران سبل الارتقاء بالتعاون الثنائي المتنامي بين كل من مصر وإسبانيا خاصة في المجالات الاقتصادية والتنموية والتحول الأخضر إلى جانب تناول القضايا الذات الأولوية لكل الجانبين هذا وترأس وزير الخارجية سامح شكري مع ناظري الإسباني جلسة مشاورات بين وفدين مصر وإسبانيا وذلك لتناول جميع ملفات العلاقات الصنائية وصبول تطويرها بالإضافة إلى التبحث حول الملفات الدولية والإقليمية ذات الاهتمام المشترك وخلال مؤتمر صحفي مع النظري الإسباني استعرض شكري الإنجازات التي حققتها الحكومة المصرية من خلال برنامج الإصلاح الاقتصادي واتتشين مشروعات كبرى في كافة القطاعات وذلك في إطار رؤية مصر 2030 والتطلع أيضا إلى تعزيز انخراط الشركات الإسبانية في المشروعات التنموية وجهود التحول الأخضر خاصة في ظل الخطط المصرية الطموحة في هذا الشأن والصدافة ورئاسة مصر الدورة السابعة والعشرين لمؤتمر أطراف اتفاقية الأمم المتحدة الإطارية لتغير المناخ كاب 27 اختتمت لجنة المسار الدستوري الليبي اجتماعتها التي تصدفها مصر والتي طاقت برعاية الأمم المتحدة وانتهت اجتماعة لجنة المسار الدستوري الليبي بالتوافقي على مواصلة العمل على وضع إطار دستوري وتشريعي لإجراء انتخابات الرئاسية وبرلمانية في أسرع وقت تأكيداً لدورها والتزامها تدهى التوصل لحلول سياسية للأزمات والقضايا العربية احتضنت القاهرة على مدى أسبوع اجتماعات اللجنة المسار الدستوري الليبي اجتماعات تمت تحت رعاية الأمم المتحدة وبمشاركة ممثلين عن مجلس النواب والأعلى للدولة في ليبيا وانتهت بالتوافقي على مواصلة العمل لوضع إطار دستوري وتشريعي لإجراء انتخابات رئاسية وبرلمانية في ليبيا بأسرع وقت اختتمت لجنة المسار الدستوري الليبي اجتماعاتها في القاهرة والتي تتم برعاية الأمم المتحدة وباستضافة كريمة من حكومة جمهورية مصر العربية على مدار إسبوع جرت مشاورات بين أعضاء اللجنة حيث تم التشاور حول عدد من القضايا بما فيها الاتفاق على اللائحة الداخلية لعمل اللجنة المشتركة تعيين رئيس اللجنة ومقرر لها والاتفاق على الالتقاء بعد عيد الفطرة المبارك لاستكمال المناقشات الإنجاز الكبير الذي تحقق هنا هو اتفاق الوفدين على العمل بشكل توفقي على المسار الدستوري والذي يعد ضروريا لإعادة العملية الانتخابية على المسار الصحيح مشاورات جرت في أجواء توافقية تم خلالها مناقشة عدد من القضايا بما فيها الاتفاق على اللائحة الداخلية المنظمة لعمل اللجنة وقد تم الاتفاق على استمرار اللقاءات عقب عيد الفطر لاستكمال المشاورات في القاهرة لا شك تبعا أن هذه الحوارية في المسار الدستوري مهم جدا للشعب الليبي الشعب الليبي يريد أن يخرج من النفق الذي وصل إليه والمأزق الذي تكرر وتكرر منذ سنوات الشعب الليبي يريد انتخابات يريد الاستقرار وبالتالي هذه الحوارية تأتي في محاولة إيجاد مخرج لهذا المأزق لا شك تبعا ما نمسناه من أخوتنا في مجلس النواب من أخوة ومن تفاعل ومن ترحاب يعني فهنا نحن يعني أخوة ويهمنا كلنا أن نصل بحل إلى بحل ليبيا وهذا التفاعل العفوي والأخوي من الطرفين طبعا انعكس على هذه الحوارية يعني التفاهم على كثير من النقاط ووجدنا أن الهدف واحد وأن الجميع قلبه على ليبيا ويريد مخرج لليبيا أخوتي وزملائي سواء كانوا في مجلس النواب ومجلس الأعلى للدولة نحن جسد واحد نحن إفراس انتخابات الليبيين الذين انتخبوا في 2012 وال2014 وهم الحقيقة أحرص الناس على الشعب الليبي وعلى استقرار ليبيا وعلى إنهاء المراحل الانتقالية وعلى الوصول إلى وضع مستقر يليق بليبيا ويليق بتضحيات الشعب الليبي وتلبية رغبة سرعة مليون والأجيال القادمة السيد استفاني مشكورة أشارتي إلى 2.8 وهذا جزء من الشعب الليبي أنا يهمني الليبي الذي لم يوله الذي حرم من الاستقرار وحرم من الدستور وحرم من حرمية الدولة هذه اللجنة أصبحنا لجنة المسار الدستوري حرصين على الإنجاز في أسرع الأوقات حرصين على الوصول إلى انتخابات تقبل نتائجها وتكون اللبنة الأخيرة في استقرار ليبيا بهود متواصلة لحل الأزمة الليبية سياسيا وصولا إلى ليبيا آمنة ومستقرة من خلال مساعي حثيثة تقوم بها القاهرة بالتعاون مع الأمم المتحدة وصولا إلى إنهاء الفترة الانتقالية وتحقيق تطلعات الشعب الليبي من خلال إجراء انتخابات رئاسية وبرلمانية في أقرب وقت اجتماعات القاهرة والتي تأتي برعاية أممية تؤكد حرص مصر على الوصول لحل سياسي ليبي ليبي خالص بغية عبور المرحلة الانتقالية واستقرار مؤسسات الدولة الليبية الهم نمر التلفزيون المصرية قال الرئيس الروسي بلاديمار فوتين إن الدول الغربية قد أضرت بنفسها عندما فرضت عقوبات على روسيا وخلال حديثه عن حالة الاقتصاد الروسي أشار بوتين إلى أن التدخم في روسيا مستقر وأن الطلب على بضائع التجزئة في البلاد عاد إلى طبيعته سلم الرئيس الأوكراني بولو ديمير زيلنسكي استطلاعا بشأن عضوية بلاده بالاتحاد الأوروبي وأضاف زيلنسكي أنه يعتقد أن حصول بلاده على وضع مرشحة العضوية سيكون إيجابيا لتاريخ الشعب الأوكراني بالنظر إلى الثمن الذي دفعه على طريق الاستقلال والديمقراطية أعلنت أوكرانيا وقف عمليات إجناء المدنيين من شرق البلاد وقد اتهمت نائبة رئيس الحكومة الأوكرانية إيرينا فيرتشوكا روسيا بانتهاك قانون الإنسانية الدولية بقصفها لمناطق الممرات الإنسانية يواصل مجلس النواب جلسته لمناقشة الموضوعات المدرجة على جدوى الأعماله وخلال جلسة اليوم تمت إحالة عدد من مشروعات القوانين المقدمة من الحكومة والنواب إلى اللجان النوعية المختصة لدراستها بالإضافة لإستعرض التقرير العام للجنة الخطة والموازنة جلسة جديدة لمجلس النواب برئاسة المستشار دكتور حنفي جبالي استكمل خلالها مناقشة الموضوعات المدرجة على جدوى الأعماله بدأت الجلسة بإحالة عدد من الاقتراحات برغبة بلغت خمسين اقتراحا مقدمة من عدد من النواب إلى الحكومة لاتخاذ اللازم نحو ما جاء بها كما تمت إحالة عدد من مشروعات القوانين المقدمة من الحكومة والنواب إلى اللجان النوعية المختصة لدراستها عقب ذلك تم استعرض التقرير العام للجنة الخطة والموازنة بشأن الحساب الختمي للموازنة العامة للدولة والحساب الختمي لموازنة الخزانة العامة والحسابات الختمية لموازنات الهيئات العامة الاقتصادية بالإضافة للحساب الختمي لموازنة الهيئة القومية للإنتاج الحربي وذلك عن السنة المالية 2020-2021 الجهاز المركزي للمحاسبات وما له من أهمية تناقشنا أثناء اللجنة في ضرورة أن يكون هناك تعديل تشريعي لقانون الجهاز يسمح بوضع سقف زمني للملاحظات الجهاز المركزي للمحاسبات التي تستوجب الرد لأنها تأخذ سنوات من الجهاز إلى الجهات المختلفة دون أن يكون هناك سقف زمني هي مدة محددة شهر بيروح ويرجع للجهة مرة تانية أرجو استفاء هذا كل الملاحظات اللي كنا واخدنها كلجنة على الحساب الختامي ذكرها السيد المستشار ممثل الجهاز المركزي للمحاسبات ورد عليها السيد وزير المالية ولكن بس في تعقيب بسيط عليها فاندم هو أن سواء كان صندوق التأمين الاجتماعي أو سواء النقل أو الصرف من الباب التامن ده حيغير في مؤشرات الموازنة أو يمكن يظهر بعض الأرقام بصورة غير حقيقية زي العجز النقدي أو العجز الكلي وبعض الأرقام اللي ظهرها في الباب الرابع والباب الثامن من الموازنة وفي نهاية الجلسة تم النظر في تقرير لجنة الشؤون الدستورية والتشريعية بشأن اتفاق تمويل التحول المستدام للمواءمة الزراعية في صعيد مصر وتقرير اللجنة المشتركة من لجنة النقل والمواصلات بشأن مشروع منح التزام بناء وتطوير البنية الفوقية بميناء ضمياط حيث تمت إحالة التقريرين إلى اللجان المختصة وفي حوار خاص للتلفزيون المصرية أكد نواب من المجلس أن التقرير المعروض أمام مجلس بشأن الحساب الختمي لعام 2020-2021 يعد الوسيلة الأساسية لقيام البرلمان بدوره الرقابي على الموازنة العامة للدولة والذي يساعد في رسم وتحديد السياسات المستقبلية الحساب الختمي يعد أحد الأدوات البرلمانية الرقابية الأساسية لمجلس النواب لأنه يعد المتابعة لتنفيذ الموازنة العامة للدولة أيضا التوصيات التي تصدر من خلال تقرير الحساب الختمي يتم الاسترشاد بها والأغذي بها في وضع السياسة المالية وخطة الدولة خلال السنوات المقبلة ويكشف الحساب الختمي عامة إذا كانت هناك مخالفات مالية قد حدست أثناء تنفيذ الحساب الختمي تنفيذ الموازنة العامة للدولة من عدمه حدث تاريخي أنا بسسميه في وجهة نظري لمجلس النواب لأنه ده أساس الدور الرقاب للمجلس بيقوم به في الدور لنعقاد التاني والحقيقة إنه كان فيه مناقشات مثمرة جدا حابب في الأول أتقدم بالشكر للجهاز المركز المحاسبات على تقريره الأكثر من رائع الحقيقة واللي وضح فيه كل الملاحظات اللي يجب على الحكومة أنها تاخدها في الاعتبار تجاه مناقشة الحساب الختمي للحكومة ولوحدات وهيئات الحكومة الخدمية والاقتصادية نفى المركز الإعلامي لمجلس الوزراء إصدار وزارة الأوقاف تعليمات بمنع استحاب الأطفال في صلاة الجمعة والعيد بالمساجد على مستوى الجمهورية وأكدت وزارة الأوقاف أنه لم يتم إصدار أي قرارات أو تعليمات بهذا الشأن مؤكدة السماح للمواطنين باستحاب الأطفال للمساجد أو أدائهم كافة الصلوات بشكل طبيعي دون أي تغيير أكد وزير الأوقاف محمد مختار جمع أن شهر رمضان هو شهر الانتصارات وفيه كان يوم بدر وهو يوم من أيام الله التي تسوجب من الشكر وأخذ الدروس والعبر وقال وزير الأوقاف خلال احتفال الوزارة بيوم بدر بمسجد السيدة النفيسة رضي الله عنها قال إن الإسلام لا يعرف الاعتداء على الآخرين كان النصر لنبينا صلى الله عليه وسلم وأصحابه يوم بد على قلة عددهم وعتادهم فضلا وتثبيتا من الله عز وجل ولكن هناك دروس نأخذها من هذا اليوم أولها أن الإسلام لم يكن أبدا متشوفا للحرب ولا للقتال ففي هذا اليوم يوم بدر كان كفار مكة والمشيكون قد خاجوا إلى النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه يريدون أن يستأصلوا شأفتهم في المدينة فكان يوم بدر يوما دفاعيا خاج النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه يدافعون عن دينهم وعن أنفسهم وعن وطنهم أطلقت وزارة الصحة فعاليات تاتشين أولى عيادات المرأة الآمنة بمركز طبي أهلين للرعاية الصحية وتهدف العيادات لتقديم خدمات الدعم الصحي والنفسي والإسعافات الأولية للسيدات التي يتعرضن للعنف بمختلف أشكاله نحن المركز الأول على مستوى القاهرة اللي يقدم مثل هذه الخدمة فيه طبعا في عادة المرأة الآمنة موجودة في مستشفات زي مستشفة ديمردش والأصر العيني وستة أكتوبر بس نحن على مستوى المركز الطبية نحن أول مركز يقدم مثل هذه النوع من الخدمة في الوقت الحال نحن بنعيد هيكلة الخدمات بحيث أنها تبقى حزمة من الخدمات موجهة إلى كل فئة عمرية وكل نوع يعني الإناث يبقى ليهم خدمات خاصة بيهم على حسب الفئة العمرية بتاعتهم فبداية من الشباب بداية من المقبلين على الزواج نبتدي نوعيهم وندينهم تثقيف الصحي بعد كده مرحلة التعامل مع العنف سواء العنف اللفظي أو غيره حتتصرف إزاي بيجينا بيبقى فيه دعم نفسي بيبقى فيه مشورة لو لا قدر الله حتاجة إحالة فبيتم الإحالة إلى سواء العيدات النفسية أو الخدمات العلاجية هي وزارة الصحة أولاد اهتمامتها بالاستجابة الطبية والنفسية للحالات خاصة اللي بتتعرض للعنف ولكن ده كان بيتم من خلال عيادات المرأة الأمينة اللي تابع على المستشفيات والعيادات النفسية فأرتقت الوزارة أن ده يدخل كدمج للخدمات الصحة النفسية داخل عيادات ووحدات الرعاية الصحية الأولية انطلقت فعاليات الاحتفال بمرور ستين عاما على تأسيس مسرح الطليعة وقد تضمن حفل الافتتاح عرضا لأشهر تصميمات زياء الراحلة نعيمة عجمي في عروض المسرح المصري بالساحة الخارجية للمسرح طليعة الحقيقة شهد على مدار ستين عام نجاحات كتيرة جدا جدا بتطوير كبير جدا بشريحة معينة بتقدم من خلاله للمسرح وتجارب مهمة جدا جدا نتج عانا النهاردة أن هذا الكيان باقي بنجاح كبير سنوات الأخيرة الحقيقة يمكن هنشاهد أن كان معظم العروض تقريبا بتحصل على جواز سكانت من مصر أو من الخارج الحقيقة طليعة مسرح من أهم مسارح الدولة والنهاردة الاحتفال بستين عام على إنشاؤه وعملين كمان تكريم للأستاذة الرحلة رحمة الله عليه المهندسة نعيمة عجمي من أهم مصممات الأزياء في المصرح وتجديدات عظيمة جدا اتعملت الاحتفال دي تمتد من النهاردة لمدة عام تشمل فعاليات كتير جدا منها إنتاج 14 عرض مصرحي جديد بيتقدموا لأول مرة على خشابة المصرح الطليعة بجانب أننا مجاهزين مفاجأة لجمهور مصرح الطليعة هي ريب توار إن شاء الله هنعرض عروض من خلالنا دي مصرح الطليعة مصورة فيديو هنقدم حوالي 44 عرض على مدار السنة اقتصادياً عقد وزير البترول والثروة المعدنية طرق المل اجتماعاً موسعاً لبحث الموقف التنفيذي للمشروع القومي لتوصيل الغاز الطبيعي للمنازل وخلال الاجتماع أكد وزير البترول على أن المشروع الحضري لتوصيل الغاز الطبيعي للمنازل يحقق أهدافه قومية في توفير وقود حضري مستدام في المنازل لتخفيف أعباء توفير استوانات البتجاز عن كاهل الموازنة العامة للدولة وعن المواطنين حذر بنك جولمان ساكس من تحديات صعبة تواجه الفيدرالي الأمريكي في خطواته نحو التعامل مع التضخم الذي وصل لمستويات تاريخية وأوضح البنك أن التحدي الرئيسي الذي يواجهه الاحتياطي الفيدرالي هو تقليص الفجوة بين الوظائف والعاملين وإبطاء نمو الإجور إلى وطيرة تتماشى مع هدف التضخم البالغ 2% وعن أخبار التقس مشاهدين الكرام يتوقع خبراء هيئة الأرصاد الجوية أن يسود غدا الثلاثاء تقس مائل الحرارة نهارا على القاهرة الكبرى والوجه البحري معتادل على السواحل الشمالية حار على جنوب سيناء وجنوب البلاد كما تشهد أيضا البلاد انخفاضا في درجات الحرارة على كافة الأنحاء وهذه درجات الحرارة المطاقعة غدا على بعض المدن والمحافظات وعدد من العواصم العربية والعالمية نتابع اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة في التصال انتلقا الرئيس السيسي من الملك عبد الله تنصيق مصري أردني بشأن مستجدات القضايا الإقليمية والدولية الرئيس السيسي وجه بالسمرار التوسع في نظام الرأي الحديث وتحقيق الإدارة الرشيدة للمياه الجوفية مدبولي يؤكد مواصلة الدولة اتخاذ التدابير الممكن لتقليل حدة التأثيرات السلبية للأزمة العالمية الرهنة اخبار التاسعة انتهت مشاهدين الكرام ولكن برنامج التاسعة يبدأ مع يوسف الحسين اهلا بيك ازاك يا أمامي ازاك يا أمامي ازاك يا أمامين ايه كل سنة طيبين رمضان كريم الله أكبر عده بسرعة الشهر ده جدد خلاص كده 16 رمضان يلا معلش ان شاء الله نحاول نستمتع بالله 14 يوم اللي جايين بإذن الله ان شاء الله كل سنة وانت طيبين وانتو طيبين وبالصحة والسلامة على أم وفوقا ان شاء الله بإذن الله أشكرك سأزنكم بقى نبدأ فقراتنا وتوكلنا على الله